تقرير إنشائي يفتقد للموضوعية والواقعية هكذا كان رد عدد كبير من النواب على تقرير لجنة الأولويات بشأن متابعتها لبرامج عمل الحكومة خلال دور العقد الماضي أثناء مناقشته اليوم في تقرير الوزرات صدمنا بأمر آخر الوزرات لا تعلم ماذا يريد منها لا تعلم الوزرات ما مطلوب منها هنا التنمية، هنا الوعود التي طلقتها الحكومة والوعود والأختنة الصباح غائمة في عملها ولكن نريد الجدية والمحاسبة الحكومة ما طلعت في شيء جديد هي مجرد توصيات وهذه التوصيات متكررة منذ سنوات طويلة وهناك معوقات لم نجد ما هي الحلول لإزالة هذه المعوقات لذلك رأينا أن يجب على الحكومة أن نكون واضحين المعوقات الموجودة هذه مشكلة الحكومة يجب أن تواجهها وتعلها وتأتي ببرنامج عمل واضح شفنا كلام موجود في التغرير لكن كجدول يبين لي الوزارة الفلانية خطتها كانت كذا وكذا وكذا وتم إنجاز منها كذا وكذا كذا أوكي حتى فعلا نحن نقول شكرا معاي الوزير الوزارة هذه أنك أنت التزمت في البرنامج الزمني ووفق الخطة اللي حطيتها وعلى الجانب الحكومي رأت وزيرز التخطيط هند الصبيح عن التقرير أكد أن هناك طفرة في إنجاز المشاريع كون أن يرتفع نسبة الإنجاز من 56 إلى 80 هذا يؤكد أن هناك نسبة إنجاز حقيقية وإلا كان ديوان المحاسبة أعطى أن نحن في صرف ممقابل إنجاز كل مغاول أو كل استشاري ما يتصرف له الدفعة إلا بعد أن يقوم بالإنجاز إن هناك طفرة في الإنجاز طفرة بدليل شبكة الطرق بدليل المشاريع الكبرى اللي في القطاع النفطي بدليل عدة مشاريع صراحة افتتحت هذا العام برنامج عمل الحكومة يعتبر تشخيص للأداء الحكومي في متابعة تنفيذ خططها للتنمية فيما يطالب النواب أن تكون مؤثرة يشعر بها المواطن وتلوبي طموحه تدني نسبة الإنجاز في المشاريع الحكومية أهم المثالب النيابية على برنامج عمل الحكومة فالنواب يريدون العنب للناطور لتلفزيون المجلس طارق السهوة